ما عد في مزح عم تفهمي؟ ما عد في مزح تعبنا كله رح يروح كب ولكي يا بنت الحلال إذا مارية ربحت القضية نور ما رح يظل معه قرش واحد حق تيكي الطيارة ما رح يظل معه الشركة بمصر عاكل هوا وهون الشباب فتحوا عيونهم وبلش الشغل يدقر من وقت ما بلشت قصة الورثة فهاتين ابتقن عميرة تحس المصاري قد ما بتقدر فهمتي ابتقن عيّة أسيل حاج لفو دوران قال لي شو مطلوب فاتين ابتقن عيّة بأي طريقة تاخد مصارية من نور بأي طريقة لأن مارية بدا متأخرة وأنا بصراحة ما بقدر أخير القضية أكثر من هيك وزا مارية أخذت متأخرة معت الأستاذ نور ما بيظل معه عشرة بالمية من الورثة فهمتي علي حصلوا مصاريكون وفركوها من الوش أحسن إليك ولبنتك خلص خلص ترك القصة لي ماما ايه ما ترجع عاني طلب الديليبيري هلأ شوي بيوصل للا كله هم؟ لأو أوكي ميرا المبلغ اللي عرضوا عليك يا نور لازم تقبلي شو ما كان في برأسك كنت عم تتسمع علي بما أنه كنت عم تتسمعي فبتعرفي شو جوابه ما رح نقدر نحصل أحسن من هيك أساسا ما كنت متخيلة أنه رح يدفع هيك مبلغ ميرا ميرا لازم ناخد المصاري ونروح أحسن ما نخسر كل شي كيف يعني نخسر كل شي أكيد ما رح نخسر شي بالعكس رح نكسب أكتر ما كنا عم نتخيل ماما ممكن نخسر كل شي دي شو قام بصير معيك شو فيه في شي إذا عارفه نوره وأخواته بنخر ببايدنا وبيروح كل شي كل شي شو هو؟ فريد فريد مش بايك المترجمة بقم بقية 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 حسن بقية 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 اشتركوا في القناة